ما هو التلوث الإشعاعي وكيف يحدث؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أولاً أن نعرف ما هي المواد المشعة حسناً كل مادة مصنوعة من ذرات الذرة بحد ذاتها مكوناً من بروتونات ونيوترونات والكوترونات عندما تملك أي ذرة طاقة زائدة فإنها تصبح غير مستقرة لكن هذه الذرة تحاول أن تصبح مستقرة ولكي تصبح مستقرة فإنها إما أن تقوم بإطلاق هذه الطاقة أو تقوم بالتخلي عن بعض الكتروناتها أو بروتوناتها أو نيوتروناتها وتتحول إلى ذرة أخرى أو نظير هذا النوع من الذرات يسمى بالمواد المشعة هناك ثلاث أشياء يمكن أن تتجه المواد المشعة وهي جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وإشعاعات غامة جسيمات ألفا هي عبارة عن بروتونين ونيوترونين فهي ثقيلة وبطيئة ولا تملك قدرة على اختراق الأجسام أما جسيمات بيتا فهي عبارة عن الكترونات وتملك قدرة خارقة على اختراق الأجسام لكنها لا تستطيع اختراق المواد الكثيفة كالمعادل وأخيرا إشعاعات غامة وهي طاقة على شكل أمواج إشعاعات غامة قادرة على اختراق معظم الأجسام على بعض الأجسام شديدة الكثافة كمادة الرصاص من الأمثلة على المواد المشعة اليورانيوم 238 والكربون 14 فالتلوث الإشعاعي هو تموضع هذه المواد المشعة بطريقة أو بإخرى على أسطح أو داخل المواد الصلبة أو السوائل أو الغازات أو حتى الكائنات الحية وهذا خطير جدا كون جسيمات بيتا وإشعاعات جامة التي تصدرها هذه المواد تؤدي إلى تخريب الخلايا الحية والعبث بالحمض النووي وهذا ما قد يؤدي إلى الوفاء حتى جسيمات ألفا بالرغم من كونها لا تستطيع اختراق الملابس أو الجلد إلا أنها تحدث ضرر كبير في حال إنتاجها داخل جسم الإنسان وهذا يحدث في حال تناول الإنسان أطعمة أو أشربة أو مواد ملوثة بالعناصر المشعة أو قام باستنشاق هذه المواد المشعة عن طريق الغازات إذن من أين تأتي هذه المواد المشعة؟ حسنا هناك العديد منها موجود تلقائيا في الطبيعة وهناك قائمة كبيرة جدا بها ونحن نتعرض لها دوما لكن ليس بتلك الكمية الخطيرة حتى الموز يحتوي على المواد المشعة وبشكل خاص البوتاسيوم المشعة لكن بتركيز منخفض جدا فلكي تموت من الموز عليك أن تتناول أو أن تكون بجوار ما بين العشرين إلى خمسة وثلاثين مليون موزة وهناك ما ينتجه الإنسان وهو خطير جدا كحال انفجار قنبلة نووية أو انصهار لب مفاعل أو ما يسمى بالقنابل القذرة أو حتى سوء تخزين النفايات النووية وهناك قائمة ضخمة على وكيبيديا تظهر لك كم هائل من الحوادث التي أحدثت التلوث الإشعاعي التي قام بإنتاجها الإنسان وبهذا تكون انتهت حلقة جديدة من برنامج لم أكن أعلم وكما هو الأمر دائما شكرا على المشاهدة